كذلك أيضاً فإنني أشكر أن كندا تقف معكم وأن كندا أيضاً تقدر موقف مصر من أجل الوسطى من أهل السلام بين إسرائيل وفلسطين مثلكم جميعاً فإننا جميعاً لدينا مخاوف من الحالة الحالية في غزة ونحن نتخوف من أن يتدهور هذا الأمر كثيراً كذلك أيضاً هناك أيضاً المساعدات التي لا تستطيع أن تدقل غزة الآن ونحن نريد أن نقدم هذه المساعدات بشكل سريع ويجب أن يتم تسهيل كل هذه المساعدات للوصول إلى الجانب الفلسطينية في الأسبوع الماضي ورداً على هذه الحاجة التي نبعت من إسرائيل وقطع غزة فقد أعلن الرئيس الوزراء عن تبرع بقيمة 10 ملايين دولار من أجل قطع من أجل هذا من أجل متوصيل المساعدات وكذلك أيضاً فإن كندا أعلنت عن تقديم مساعدات بقيمة 50 مليون دولار من أجل دعم منظمة المتحدة في المنطقة حتى تتمكن من تقديم كل الدعم اللازم من أجل البقاء على الحياة حتى في أوقات الأزمات فإن المبادئ وكذلك أيضاً في الحروب يجب أن تطبق المبادئ والقوانين وإن كندا تقف في كل الأوقات مع كل الأطراف وتقول لهم يجب أن يتم احترام القانون الإنساني الدولي إن الشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي متساويان ومتكافئان ويجب حمايتهما إنهم يستحقون العيش في سلام وأمن وكرامة وبدون أي خوف كذلك مثل الشعوب في باقي أنحاء العالم إن كندا لا تدين العمليات الإرهابية التي قمت بها حماس ضد إسرائيل وفي هذه النقطة فإننا أيضاً هناك الكثير من القتلى وقعوا في إسرائيل وإن كندا أيضاً تعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقاً للقانون الدولي وكذلك أيضاً فإننا ندعو حماس بإطلاق صراحة جميع الرهائن وكذلك أيضاً معاملاته معاملة إنسانية وفقاً للقانون الدولي هناك ربعمائة هناك بعض الكندين في غزة يجب أن يعودوا مرة أخرى إلى مواطنهم كذلك أيضاً فإننا متحدون في دعم السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين ومن الضروري أيضاً أن لا يتم تصعيد هذا الموقف ويشمل بعض الأطراف الأخرى الإقليمية كما قلنا صباحاً وفي هذا الصدد فإن أيضاً فإن دعم إيران لحماس سيشكل غلقاً بالنسبة لنا وكذلك أيضاً فإن إيران لديها بعض الجماعات التي تعمل نيابة عنها من أجل زعزعة السلام في الشرق الأوسط كذلك أيضاً في أثناء الحرب من الصعب أن نرى الأمل في الآفاق ولكن على كل حال يجب أن نحرز هذا الأمل والحقق يجب أن لا نخاف من التحدث عن الخطوات القادمة إن كذلك سوف تقف دائماً إلى جانب حقوق الإنسان وكذلك أيضاً فإن كذلك سوف تقف دائماً إلى حماية الإنسان وسوف نقف أيضاً من أجل كرامة الإنسان والالتزام بكرامة الإنسان اليوم إنني أؤكد على التزام على حق الفلسطينيين في تقرير المصير وهذا يشمل حل إقامة دولتين فلسطين وإسرائيليين عيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن وكرامة هناك نحن الآن كلنا جميعاً ملتزمون من أجل مواصلة هذا الزخم الدبلوماسي حتى يتم التحقق هذه الرؤية نحن نسعى إلى تحقيق الأمن والسلام والكرامة